يتحدث الخليجيون عن مليارات الدولارات التي أنفقت على اليمنيين كان آخرها تصريحا لأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني الذي قال إن الدول المجلس قدمت ما مجموعه 18 مليار دولار أمريكي لليمن خلال ثلاث سنوات فقد قدمت خلال ثلاث سنوات ما مجموعه 18 مليار دولار لدعم الشعب اليمني غير أن الصورة القادمة من داخل اليمن تقول غير ذلك فهذه الأرقام تبدو غير مقنعة ولا واقعية أمام بلد يواجه نصف سكانه خطر المجاعة اليمن الذي يصنف أنه يشهد مجاعة هي الأقسى والأكثر فداحة في العالم دفع الكثيرين للتشكيك حول مصير المساعدات والأموال المقدمة لليمن ثم تمن يقول إن هذه الأرقام غير حقيقية وما يقدم منها يذهب معظمه لإنشاء جيوش موازقة وتقويض السلطة الشرعية وشراء بعض الدمم والولاءات الانتقادات أيضا تقول إنما يصل من أموال معظمها يذهب لمن هم في الرياض وأن أكثر من ثمانين في المائة من السكان اليمنيين لا تصلهم لغاثة فاليمنيون بحاجة لما دون النص من هذه المبالغ المعلنة لتجاوز محنتهم كما يقول مراقبون الاتهامات موجهة لدولة الإمارات بعرقلة المساعدات الإغاثية التي تصل إلى اليمنيين عبر الموانئ والمنافذ المحررة إذ قامت قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات في شبوة باحتجاز مساعدات كويتية لتحول دون وصولها إلى المحتاجين في المناطق المحررة وقبل ذلك منعت الإمارات معونات تركية من دخولها البلاد واحتجزتها في ميناء المعلنة بعدا بأخرا أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم ثلاثين مليون يورو لدعم النازحين في اليمن يأمل اليمنيون أن تصل إلى هذه الشريحة المسحوقة في البلاد يقول اليمنيون أن إثبات حسن النواية يبدأ بتفعيل الموانئ والسماح بدخول المساعدات الأزمة الإنسانية في اليمن دفعت مؤخرا بريطانيا إلى تعزيز ودعم جهود المبعوث الأممي عبر مساع لحمل مجلس الأمن الدولي على التحرك بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن غير أن واشنطن أبلغت المجلس أنه ينبغي تأجيل مشروع القرار البريطاني حتى موعد محادثات السلام المقبلة والمقرر انعقادها في السويد